النهاردة أيضا اختصاديا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أجرى عدد من التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية نحن عارفين أنه في إدارة جديدة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد في رسالة مهمة جدا من الرقابة المالية للمستثمرين الرقابة المالية تحاول استعادة الثقة في السوق المصري السوق المصري تعرض لي هزات كثيرة هزات جزء منها نتيجة الوضع الخارجي والعالمي والتضخم وخروج المستثمرين الأجانب وجزء منها أيضا لا علاقة بإجراءات كانت تعسفية في السوق وإجراءات غير تقليدية إلى جانب طبعا شح البضاعة فكل دي أمور كثيرة الرقابة المالية ليست مسؤولة فقط عن البورصة أو سوق الأوراق المالية لكنها أيضا مسؤولة عن كل الأنشطة المالية غير المصرفية زي التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التخصيم، التوريق، التأمين كل ده يقع تحت رقابة الرقابة المالية